المتابعين الكرام أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع للمملكة الأردنية الهاشمية من المتوقع أن يستقر التقس بشكل تدريجي نهار يوم الأحد وتتراجع تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي ويبقى التقس بارد نسبيا في ساعات النهار في مناطق واسعة من المملكة مع ظهور كميات من السحب والغيوب وتكون تقريبا درجة حارة العظمى في العاصم عمام 14 درجة مئوية في ساعات النهار تنخفض لنى 8 درجات مئوية وتكون تقريبا 16 درجة مئوية في مناطق البادية الشرقية و14 درجة مئوية في معان و12 درجة مئوية في جبال الشراء في حين تكون 17 درجة مئوية في المناطق الشمالية وترتفى في خليج العقبة الـ 22 درجة مؤية في ساعات النهار يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحارة وتكون درجات الحارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام التقس يكون بارداً نسبياً بوجه عام في مناطق عدة ويكون أكثر اعتدالاً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وتراوح درجات الحارة العظمى تقريباً ما بين 16 إلى 19 درجة مؤية في ساعات النهار في معظم المدن الأردنية في حين تكون الصغرى في ساعات الليل مبين 7 إلى 9 درجات مؤية في معظم المناطق في حين تكون في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة 24 درجة مؤية في ساعات النهار وطهبت الصغرى تقريباً إلى 16 درجة مؤية وتستمر هذه الأحوال الجوية بنفس النسق يوم الثلاثاء مع أجواء أكثر اعتدالاً في ساعات النهار في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وتمييل درجات الحارة للارتفاع قليلاً يوم الثلاثاء تتراجع درجات الحارة يوم الأربعاء نتيجة اقتراب منخفض جوي من المنطقة الشرقية لبحر الأبلد المتوسط ولكن دون تأثيرات محدودة جداً على المملكة بسبب ابتعاد مركزه عن المنطقة ويغترأ الخفاض على درجات الحارة مما يجعل الأجواء مائلة للبرودة في ساعات النهار وباردة نسبياً في مناطق واسعة وتتهي الفرصة لهطول بعض السخات المتفرقة من الأمطار في ساعات الصباح خاصة في المنطقة الشمالية من المملكة وتكون درجة حرار العظمى في العاصم عمان 15 درجة مؤوية في المناطق الشمالية 16 درجة مؤوية في مناطق البادية 18 درجة مؤوية وتكون في جبال أشراء 14 درجة مؤوية وتكون في مدينة تمعان والبادية الجنوبية 16 درجة مؤوية في حين ترتفع درجة حرار العظمى في المناطق الجنوبية وفي خليج العقبة 23 درجة مؤوية في ساعات النهار هذا ومن المتوقع اعتباراً من ليلة الأربعاء على الخميس أن يطرأ انخفاض واضح على درجات الحارة الصغرى أي درجات حرارة الليلية وتتراجع درجات حارة في أغلب ومعظم مناطق المملكة إلى مستويات متدنية مما قد يتيح المجال لتشكل السقيع في مناطق السهول الشرقية والبادية الشرقية أما يومي الخميس والجمعة فيتوقع أن تكون درجات الحارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في ساعات النهار وسط أجواء باردة نسبياً بوجر عام وهناك نشاط متوقع على سرعة الرياح الجنوبية الشرقية مما قد يزيد الإحساس بالبرود أحياناً وفي بعض المناطق وفي ساعة الليل تسود أجواء باردة بوجر عام في أغلب المناطق وتتدنى درجات الحارة إلى مستويات قد تسمح بتشكل السقيع في بعض مناطق السهول الشرقية هذا والله تعالى أعلم